بس الكلام بالتحديد عن أحمد عبدالقادر بخلاف أن احنا اتكلمنا على أن الموسم ده درس كبير قوي بالنسبة لجماهير الأهلي مسؤولين الأهلي اللي عبت الأهلي لأجهزة فنية أين كان بقى اللي موجود أو اللي حيجي أو أين كان اللي حيحصل الفترة الجاية لكن في نفس الوقت يا جماعة أحمد عبدالقادر انبارح ناس كتير جدا انتقضته ناس كتير جدا قطعت فيه كده بلغة الكورة يعني وهو بصراحة كان سيء انبارح عشان يبقى واقعين يا عبدالقادر الفترة كمان اللي فاتت من ساعة ما راجع من الإصابة ومش في أفضل أحواله وما كانش فيه وما كانش موفق وده طبيعي جدا في الكورة لكن المؤكد يا جماعة أنه هو لعيب كوالتي علي جدا لعيب عنده قدرات مميزة جدا احنا في بعض الفترات كنا دايما بنوع أنه الأهلي فريق جماعي ودي حاجة مهمة أو حاجة كويسة جدا لكن في نفس الوقت بينقصنا بعض اللاعبين اللي يكون عندهم حلول فردية في المنشاط الصعبة اللي بيبقى فيها تكتلات دفاعية اللاعبين دول أحمد عبدالقادر وممكن يكون عنصر أو اتنين تانين موجودين في الفرق يقدروا يخلق لك بعض الحلول فقاله هو عنده قدرات فنية مميزة عنده إمكانيات كبيرة على المستوى الفردي آها طبعا عالية قوي 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 بصراحة على المستوى الجماعي أخباره إيه محتاج شغل شوية مين اللي حيقوم بالدور ده؟ المدير الفني الجهاز الفني اللي موجود عين كان مين هو؟ عين كان يعني الجهاز الفني اللي حيكون موجود هو اللي يطور من قدرات أحمد عبدالقادر يوظف مهاراته إمتى تشتغل بشكل فردي إمتى تشتغل بشكل جماعي وكل في الآخر يكون في مصلحة الفرقة فبالراحة شوية هي مرحلة كلها صعبة مرحلة كلها إجابيات قليلة للغاية منها فنهدى شوية على لعبتنا ما بقولكش ما تنتقدش ما بقولكش ما تقطعش يعني بس واحدة واحدة ننتقد بس نجد اللي هو يدي دوافع للعبية بتاعتنا عشان يحتاجينهم في الموسم الجديد واحد زي أحمد عبدالقادر ده من أبرز اللعبين حيفدوك بشكل كبير جدا في الخطط المستقبلية بالنسبة لك في الموسم الجديد مع اللعبة المهمة جدا اللي حترك فده بخصوص أحمد عبدالقادر